يتابع الملايين عبر مناطق كثيفة السكان في أمريكا الشمالية كسوفاً كلياً للشمس اليوم حيث يحجب القمر الشمس تماماً لأكثر من أربع دقائق في بعض المناطق وستكون رؤية الكسوف ممكنة إذا سمحت الأحوال الجوية على طول مسار يبدأ في المكسيك ثم يعبر الولايات المتحدة إلى كندا واحتشد هوات مشاهدة الكسوف في أماكن على طول مسار الكسوف الكلي وقالوا خبراء الأرصاد أن الطقس قد يكون غائماً في جزء كبير من مسار الكسوف الكلي ونصح الخبراء متابعي الكسوف باستخدام نظرات الشمسية الواقية لمنع الضرر عن العيون عند النظر إلى الشمس بالعين المجردة